كما أكد أبو أشيما أنه إذا تاهل المنتخب لنهايات كأس العلم ستكون هذه هي المرة الأولى لنقل الحدث على قناة مصرية مطنيا على جود شركتي إعلام المصريين وبرزنتيشن في نقل الفعاليات الرياضية المهمة يعني أنا طبعا بيشرفني أن أنا بجي لهم في الماتشات المهمة بنيجي قبل الماتش بيقوم وكمان عشان إن شاء الله بكرة كل الشعب المصري ودي حاجة أحبها عليها كل منظومة الرياضة سواء في إعلام المصريين أو في بريزنتيشن أن بكرة إن شاء الله نحتفل على قناة مصرية ودي حصلتش يمكن من سنين فبكرة إن شاء الله أونس بورت تعمل تغطية مميزة جدا جدا وبحكم بريزنتيشن كمان اللي برضو بشكرهم واحد واحد على مجهودهم الرائع في منظومة قرة القدم وخدمة كل الأندية والمنتخبات وفعلا دي الاحترافية اللي احنا بنتمناها أن في شركة محترفة بتقدر تطبق نظام احترافي للقرة المصرية طبعا معالي الوزير موجود والمهندسانية بريدة وكل الناس كل المصريين متهالي كلنا أعصابنا شوية مشدودة ولكن بكرة إن شاء الله المتش يبقى أسهل شوية مفيش حاجة سهلة ولكن يعني الكونغو ما عنداش أي أمل الحافز اللي عند اللاعبين كبير جدا تاريخ بيسطروا تاريخ من سنة تسعين ما وصلناش فإن شاء الله يعني بكرة يبقى يوم تمانية أكتوبر ده يوم مع عياد أكتوبر كمان فيبقى يوم مفروح لكل مصريين بإذن الله